موسيقى الرئيس السيسي يستقبل نائب رئيس مجلس السيادة السوداني ويؤكد أن مصر تبدل أقصى الجهد لتحقيق التهديئة ودفع مسار الحل السلمي الرئيس السيسي يلتقي رئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية ويشدد على توفير مناخ إيجابي لكافة المستثمرين وأسواق المال العالمية ومدبولي يشهد توقيع اتفاقية لتعيين مؤسسة التمويل الدولية مستشارا استراتيجيا للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية ثالثة مساء بتوقيت القاهرة الثانية عشر بتوقيت جرانيتش نشرة إغبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر كانت وستظل دائما سندا وعاونا لسودان خاصة خلال الظروف الدقيقة التي يمر بها آخذا في الاعتبار الروابط التاريخية بين الشعبين والمصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمعها البلدين وخلال استقباله نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار والوفد رفيع المستوى المرافق له أكد الرئيس السيسي أن وقف الاقتتال وإطلاق النار بشكل نائم وشامل وبدء عملية الحوار السلمي بما يفضي إلى تحقيق إرادة الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والتنمية هي الأولويات التي ينبغي تكثيف الجهود من أجل تنفيذها مؤكدا قيام مصر ببدل أقصى الجهد لتحقيق تهدئة وحقن الدماء ودفع مصار الحل السلمي ودعم مصر الكامل للسودان وتماسك دولته ووحدة وسلامة أراضيه وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أسيسي استمع خلال اللقاء إلى عرض لتطورات الأوضاع في السودان فيما يتعلق بمسار الأزمة الراهنة حيث أوضح نائب رئيس مجلس السيادة مجريات الجهود الرامية لتسوية الأزمة على النحو الذي يحافظ على وحدة وتماسك الدولة فضلا عن سبل التعاون والتنسيق لإيصال المساعدات الإنسانية وتقديم الإغاثة وأشاد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني بالمساندة المصرية الصادقة والحفيثة للحفاظ على السلامة واستقرار السودان كما أشاد باستقبال أبناء السودان في وطنهم الثاني مصر معربا عن تقدير بلاده للدور الفاعل لمصر بالمنطقة والقارة الإفريقية بأسرها ثمن الرئيس عبدالفتاح السيسي الشراكة المثمرة والتعاون البناء بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والصناعات التحولية والرعاية الصحية جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية مختر ديوب حيث أكد الرئيس السيسي حرص مصر على الاستمرار في تعزيز الإصلاحات الهيكلية بما يساعد على تعزيز دور القطاع الخاص وتوفير مناخ إيجابي لكافة المستثمرين وأسواق المال العالمية وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول مختلف أوجه العلاقات بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية ودور المؤسسة في دعم أولويات التنمية في مصر لسيما من خلال قيام المؤسسة بتقديم الدعم الفني والاستشاري لضمان التنفيذ الأمثل لوثيقة سياسة ملكية الدولة من جانبه أشهد رئيس المؤسسة الدولية بعلاقات التعاون المتميزة ما بين الجانبين وبالجدية الواضحة للدولة في تعزيز انفتاح مناخ الأعمال وتشجيعها لمؤسسة التمويل الدولية لزيادة البرامج المشتركة مع القطاع الخاص وذلك لتحفيز دوره في دعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة مؤكدا استمرار المؤسسة في دورها لدعم التنمية الشاملة في مصر شهد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية لتمكين القطاع الخاص والتي تعمل بموجبها مؤسسة التمويل الدولية مستشارا استراتيجيا للحكومة لتنفيذ برنامج تروحات الحكومية الاتفاقية تعد الأولى التي يتم توقيعها عقب إقرار إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي في مايو الماضي وتعكس الاتفاقية التزام الدولة بتنفيذ خطتها لتمكين القطاع الخاص استنادا إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم الموافقة عليها في ديسمبر من عام 2022 أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مؤسسة التمويل الدولية ستقوم بتقديم الدعم والمشورة الفنية لبرنامج التروحات الحكومية جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس مؤسسة التمويل الدولية مختر ديوب على أهمش توقيع تفاقية تقديم الدعم الفني والاستشاري لضامن تنفيذ الأمثل لوثيقة سياسة ملكية الدولة الحقيقة النهاردة نحن بنشهد الحقيقة حدث مهم جدا في خطة الحكومة اللي أعلنت عنها في موضوع التروحات وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصر إحنا يمكن كنا أعلن من فترة عن عدد من الشركات اللي إحنا حددناها بصورة تقديرية ب32 شركة للدولة المصرية بتعتزم طرحهم لسواء لمستثمرين استراتيجيين أو من خلال الطرح العام في البورس وبالفعل إحنا واخدين خطوات تنفيذية ونأمل إن شاء الله قريبا في الإعلان عنها في عدد من هذه الأصول ده غير بالفعل شركتين طرحناهم كان شركة بكين وجزء من الشركة المصرية لإتصالات اللي بالفعل تم إنهاء أعماله ولكن هنا يمكن عشان نضمن استدامة وحوكمة المنظومة على مدى طويل هنا كان الشراكة المهمة جدا مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي في إطار البرنامج أو إطار القطري للشراكة ما بين البنك الدولي ومصر أكد رئيس مجلس الوزراء أن اختيار مؤسسة التمويل الدولية كمستشار استراتيجي للحكومة لبرنامج التروحات يعزز الاستفادة من خبراتها المتراكمة في تمكين القطاع الخاص في الأسواق الناشئة نحن نستعين بمؤسسة التمويل الدولية بحيث يكون هو الاستشاري للحكومة المصرية في تنفيذ هذا البرنامج التموح ويمكن خبراتهم الكبيرة في هذا الموضوع وقدراتهم على تسويق الأصول المصرية ستساعدنا بصورة كبيرة للانتشار والخروج للأسواق الدولية علشان نضمن أفضل استفادة ممكنة من الأصول المصرية في هذا الشام إلى ذلك أوضح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن تنفيذ تفاقية الخدمات الاستشارية سيكون بالتنسيق الوثيقي مع وحدة التروحات الحكومية بمجلس الوزراء وأشار مدبولي إلى أن الاتفاقية تستهدف تفعيل وتسريع وطيرة تنفيذ برنامج التروحات للقطاع الخاص وذلك لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة أنا حابب مرة أخرى أشكر مؤسسة الدمويل الدولية وطبعا على رأسها المدير التنفيذي مستر مختر ديوب على تواجدهم وحرصهم ووجودهم معانا النهاردة بحضور طبعا زملاء الوزراء علشان نشهد توقيع هذا الاتفاق المهم جدا اللي بيؤكد حرص وجدية الدولة المصرية بالكامل على تنفيذ ما تم الالتزام ليه في برنامج التروحات وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري بصفا عام من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية مختر ديوب أن اختيار المؤسسة مستشارا استراتيجيا للحكومة لدعم رؤيتها للتروحات الحكومية سيطلق العنان نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص لبناء اقتصاد مستدام كما أعرب ديوب عن امتنانه لقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي للتنمية في القارة الإفريقية وأنا متفائل من أن هذا الاتفاق يمكن أن يكون مثالا يحتذى به من قبل اقتصادات أخرى أود أن أعبر عن امتناني لسيادة الرئيس السيسي للوقت الذي منحنا إياه على رغم انشغاله لكي يلتقي بي وبوفدي اليوم وهذا يعيد التأكيد على الأولويات التي ضح سيادة الرئيس وأهمية القطاع الخاص ودوره في تنمية مصر أنا ممتن لقيادته ليس فقط في مصر ولكن كذلك بالحديث عن المسائل المرتبطة بأفريقيا وللمزيد حول أهم ما جاء في اجتماعي رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية مختر ديوب ينضم إلينا الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري إليك كريم اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية هذا الاجتماع ربما يعد مختلف وفريد من نواهيه بسبب الزيارة الأولى إيس تنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية هذه المؤسسة التابعة للبنك الدولي وهي المختصة أيضا بإدارة التعامل مع القطاع الخاص وزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في مجالات مختلفة منها مجالات التنمية بالفعل اليوم هذا الاجتماع كان يهدف في الأساس لتوقيع اتفاقية اتفاقية خاصة بالشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية وجمهورية مصر العربية على أن تكون هذه المؤسسة هي المستشار الرسمي لجمهورية مصر العربية في التعامل مع دمج القطاع الخاص زيادة نسبة مصر وستثمارات القطاع الخاص وأيضا التعامل مع الطرحات التي تطرحها مصر بشكل عام في عدد كبير من الشركات لأيضا التسويق لهذه الشركات تسويق لهذه الشركات محليا ودوليا نظرا لخبرة مؤسسة التمويل الدولية في التعامل مع هذه الملفات الخاصة بالطرحات وتسويق هذه الطرحات دوليا هذه الاتفاقية تم توقيع عدد اتنين اتفاقية يهدفان في الأساس لزيادة نسبة قطاع الخاص بناء على عدد من الخطوات التي قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة السابقة في التعامل مع القطاع الخاص وزيادة نسبة القطاع الخاص منها سياسة ملكية الدولة لرفع نسبة استثمارات قطاع الخاص في جمهورية مصر العربية مع الحفاظ بالطبع على حق الدولة في عدد كبير من المجالات ايضا من الاهداف الهامة لهذه الاتفاقية بعد هذه الاستثمارات هي زيادة فرص العمل بعد التعامل مع هذه الطرحات وتسويق هذه الطرحات كنا من قبل خلال شهرين تقريبا دكتور مصفو مدبولي قد اعلن عن عدد من الشركات التي تم طرحها في البورصة المصرية 32 شركة بالفعل قامت الدولة المصرية بطرحها وجاري الآن التعامل مع هذه الشركات سيكون لأساس التمويل الدولية دور هام في التعامل مع هذا الملف زيادة فرص العمل من اهم اهداف هذه الاتفاقية زيادة نسبة التعامل وزيادة الاستثمارات في المجالات المختلفة مما يوفر ايضا قدرة جديدة في الانتاجية مما يقلل من الفجوة الاسترادية وايضا يقلل من فكرة الضغط على الدولة المصرية فيما يتعلق بالوعاء الدولاري للدولة المصرية لذلك يعني عدد كبير جدا من الاهداف تسعى لها الدولة المصرية من خلال هذه الاتفاقية بهدف دمج القطاع الخاص بناء على عدد ايضا من القرارات الاخرى التي تم اتخاذها من قبل فيما يتعلق بتسهيل الاستثمارات واعطاء الرخص الذهبية للمستثمرين الأجانب والمحليين وايضا يساعد في فكرة تطوير الحكمة والرقمنة المصرية فيما يتعلق بالتعامل مع الشباك الواحد التقديم الالكتروني متعلق بالاستثمارات كل ذلك يؤدي الى التسهيل على القطاع الخاص في التعامل مع الدولة المصرية في جميع المجالات وتكون مؤسسة التمويل الدولية هي خير شريك وايضا المستشار الرئيسي والرسمي فيما يتعلق بالتعامل دمج القطاع الخاص والطرحات التي تم طرحها بالفعل من قبل إن دعواتي للحوار الوطني تأتي من يقين رازخ لدي بأن أمتنا المصري تمتلك من القدرات والإمكانية التي تطيح لها البدائل المتعددة لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات والذي أتطلع لأن يكون شاملا وفاعلا وحيويا يحتوي كافة الأراء ويجمع كل وجهات النظر ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة تجاه كافة القضايا على جميع المستوى وإلى فعاليات الجلسات النقاشية بالحوار الوطني حيث أكد المشاركون بلجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني أهمية دور العمل الأهلي ومحواريته بالنسبة للفئات الأكثر احتياجة وخلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة النقابات والعمل الأهلي أوضح المشاركون أن دور التحارف الوطني للعمل الأهلي أحدث قفزة نوعية للعمل الأهلي في مصر مشيرين إلى ضرورة الاستفادة من هذه التجربة ونقل الخبرات من الجمعيات الأهلية الكبرى إلى الجمعيات الأصغر قال المشاركون بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة في الحوار الوطني إن البحث العلمي هو أساس التقدم وتحسين جودة حياة الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة بالدولة جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة المنضرقة تحت المحور السياسي بالحوار الوطني لمناقشة تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها بالخارج ومتطلبات حرية البحث العلمي كما طالب المشاركون بضرورة استقلال الجامعات والمراكز البحثية وأكدوا أن الحق في التعليم لا يمكن التمتع به إلا إذا كان مصحوباً في الحرية الأكاديمية وللمزيد تنضم إلينا مباشرة الزميلة جارمين إبراهيم مراسلة تلفزيون المصري جارمين بعد التحية انقليننا الصورة لديك نعم بعد التحية بالفعل نتابع معكم في هذه التخطية الحية والمستمرة فعليات الحوار الوطني بجلساته المختلفة اليوم هو اليوم الأول من الإسبوع الرابع والمخصص للمحور السياسي بلجانه المختلفة إذا تحدثنا بشكل أكثر تفصيلاً فمنذ ثلاث ساعات تقريباً انطلقت فعاليات الجلسات الخاصة بلجنة النقابات والعمل الأهلي لمناقشة قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحة التنفيذية والمعوقات أمام العمل الأهلي في الداخل هذه المناقشات كانت بحضور قادة الجماعيات الأهلية وأيضاً ممثلي المجتمع الأهلي إلى جانب أعضاء اللجان الخاصة بالنقابات المختلفة كانت الأحاديث تدور حول القانون الخاص بتنظيم العمل الأهلي وهو قانون سنة 2019 وأيضاً تذليل المشكلات التي تعوق تطبيق هذا القانون مع الحديث عن أهمية العمل الأهلي أيضاً دارت مناقشات مختلفة عن أهمية تحديد المدة الزمنية الخاصة بقبول ترخيص المنظمات وأيضاً تنفيذ مشروع معين الحديث دور أيضاً عن إتاحة المساحة للجماعيات الأهلية لإقامة أنشطة مختلفة البعض تحدث عن ملف التعامل المالي وأيضاً إتاحة الفرصة أمام دمج المنظمات المختلفة داخل قانون العمل الأهلي في نفس التوقيت انطلقت أيضاً الجلسات الخاصة بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة عن تشجيع التفاعل بين الأكاديميات المصرية ونظيراتها في الخارج وأيضاً متطلبات حرية البحث العلمي كان الحديث بيؤكد عن أهمية البحث العلمي وأيضاً أن يتم تقديم له كل الدعم وأيضاً سبل التمويل المختلفة مع أهميته في تحقيق النهضة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية أيضاً كان هناك حديث عن المحاذير أمام البحث العلمي وكانت تأكيد أن فقط المحاذير هي تكون محاذير أخلاقية ولكن لا يوجد شيء أو أي محاذير أخرى تعوق البحث العلمي في الداخل وربما هذا أيضاً يرتبط بالجلسة التي عقدت في الأسبوع الماضي والخاصة بمناقشة مشروع قانون تبادل المعلومات والتي أيضاً كان لها تأثير كبير عن حرية البحث العلمي وإتاحة المعلومات أمام البحث العلمي وهو ما يؤكد اهتمام الدولة أو المؤسسات المختلفة بعد قليل ستنطلق الجلسة الخاصة بلجنة المحليات لمناقشة قانون الإدارة المحلية وأيضاً استكمال مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية وستكون هذه المناقشات عن أهمية قانون الإدارة المحلية وأيضاً وجود مساءلة لأعضاء المجالس المحلية لرؤساء المجالس المحلية وأيضاً الإطار الخاص بهذه المساءلة إذن الجلسات مستمرة والمناقشات مستمرة للوصول في توصيات ترفع لرئيس الجمهورية أعود إليكم مرة أخرى في الأستوات جزيل شكر لك جرمين إبراهيم ورسلة التلفزيون المصري كنت معنا مباشرة من مقر إنعقاد الحوار الوطني أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عمق علاقات الصداقة التاريخية والراسخة والتعاون المتميز ما بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبية وخلال استقباله الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي ليشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل ناقش أبو الغيط وبوريل عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك والأزمات في المنطقة حول القضية الفلسطينية أكد الطرفان على الثوابت المتفق عليها لإقامة سلام عادل وإقامة دولة الفلسطينية المستقلة على أساس حل الدولتين كما تبادل الجانبان وجهات النظر فيما يخص الأزمات في السودان وليبيا واليمن وأوكرانيا كذا الحاجة إلى معالجة أسباب تفاقم أزمة الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ضرورة تعزيز العلاقات السنائية بين الجامعة والاتحاد الأوروبي وخلال مؤتمر صحفي مع الممثل الأعلى للسياسة الأمنية والشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل صرح أبو الغيط أنه تم بحث الأزمات الإقليمية لا سيما في السودان وليبيا وسبل الوصول لحل سلمي اتفقنا على ضرورة تعزيز العلاقات بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك كما تم تنسيق المواقف بين الجانبين إزاء عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والأزمات في المنطقة وخاصة فيما يتصل بتسوية الأزمات في السودان وليبيا والحاجة إلى معالجة كذور الأسباب التي ساهمت في تفاقم أزبة الهجرة غير الشرعية وخاصة عبر البحر الأبيض المتوسط بطبيعة الأحوال احتلت القضية الفلسطينية حيزا مهما من اجتماع اليوم أكدنا على ثوابت إقامة سلام عادل ودائم وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق قرارات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ومبادرة السلام العربية وعلى أساس حل الدولتين من جانبه أكد الممثل السامي ليشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بيرل أن هناك تعاونا وثيقا ما بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي مشددا على دورها كشريك مهم من الغاية وخلال مؤتمر صحفي عقب اجتماعه بالأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيت صرح بوريل بأنه ناقش مع الأمين العام للجامعة العديدة من القضايا والملفات الإقليمية على رأسها عملية السلام بالشرق الأوسط أنا أنتهز هذه الفرصة كي أكرر أن جامعة الدول العربية هي شريك مهم للغاية للاتحاد الأوروبي وأنه على مدار سنوات كنا نتعاون تعاونا وثيقا في مسائل مهمة بالنسبة لنا مثل مكافحة الإرهاب، منع انتشار الأسلحة، حقوق الإنسان وكذلك عمليات السلام في الشرق الأوسط لتحقيق ذلك كنا نجري اتصالات متواصلة على مستويات مختلفة بما في ذلك اجتماعات وزارية آخر اجتماع قد عقد في فبراير من عام 2019 في بروكسل كذا جزا بورال ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية على شراكة الأساسية والقوية بين مصر والاتحاد الأوروبي وقال بورال على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر انه يقوم بزيارة مصر مجددا لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الاتحاد وجامعة الدول العربية وعقد مناقشات ثنائية مع المسؤولين من بينهم وزير الخارجية سامح شكري مؤكدا أن مصر شريك أساسي للاتحاد الأوروبي في ظل شراكة قوية بين الجانبين أكد مساعد وزير الخارجية لأشؤون الأمريكية السفير حازم فهمي أكد اهتنام الوزارة بإطلاع السفراء على المشروعات الكبرى التي تتم على أرض مصر منذ العام 2014 في إطار بناء الجمهورية الجديدة وخلال جولة بمدينة العالمين الجديدة رفقه خلالها سفراء الدول اللاتينية أشار فهمي إلى تكامل دور وزارة الخارجية وغيرها من الجهات المعانية في الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030 تستضيف الأمم المتحدة في جونيف غدا الاجتماع رفيع المستوى لإعلان التعهدات للسودان الذي ينظم بمشاركة من المنظمة الدولية إضافة إلى حكومات مصر وألمانيا وقطر والسعودية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وسيتم خلال الاجتماع إعلان الدول الأعضاء والجهات المانحة الأخرى عن التزاماتها المالية لمواجهة الأزمة الإنسانية في السودان وتأكيد على ضرورة تقيد الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وسيشارك في الاجتماع افتراضيا مسؤول الدول المنظمة والمعنيون ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتين جريفث والمفوض السامي لشؤون اللاجئين فليبو جراندي وغيرهم أعلنت السعودية والولايات المتحدة في بيان مشترك أن طرفي الصراع في السودان اتفقا على وقف إطلاق النار جديد مدته 72 ساعة ابتداء من اليوم وأضفت الرياض وواشنطن في بيان لهما أن الطرفين سوف يمتنعان خلال الهدنة عن التحركات والهجمات واستخدام الطائرات الحربية أو الطائرات المسيرة أو القصف المدفعي أو تعزيز المواقع أو إعادة إمداد القوات كذا الانتناع عن محاولة لتحقيق مكاسب عسكرية أثناء وقف إطلاق النار هدنة سودانية جديدة تدخل حيز التنفيذ لمدة 72 ساعة بوساطة سعودية أمريكية في إطار جهود دولية لإيجاد حل للأزمة السودانية هدنة ليست الأولى حيث سبق وأن أبرم الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أكثر من هدنة منذ اندلاع النزاع بينهما في الخامس عشر من أبريل لكن لم يتم الالتزام بها كليا على الأرض الطرفان التزم إلى حد بعيد بالهدنة الأخيرة التي صرت نهاية الأسبوع الماضي لمدة 24 ساعة حسب ما أكد شهود عيان حيث وفرت هدوءا نسبيا لم يعهدوهم منذ بدء القتال إلا أن المعارك استؤنفت فور انتهاء وقت اتفاق وقف إطلاق النار هذا وأعلنت السعودية والولايات المتحدة ليلة سبت عن اتفاق ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء السودان لمدة 72 ساعة اعتبارا من الثامن عشر وحتى الحادي والعشرين من يونيو البيان أكد أن الطرفين تعهد أنهما سوف يمتنعان عن التحركات والهجمات واستخدام الطائرات الحربية أو الطائرات المسيرة أو القصف المدفعي أو تعزيز المواقع أو إعادة إمداد القوات وسيسمحان بحرية الحركة وإيصال المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء السودان الجيش السوداني أكد موافقته على الهدنة لكنه أشر إلى أنه سيتعامل بالرد الحاسم حيال أي خروقات يقوم بها الطرف الآخر خلال مدة سريانها في حين أكدت قوات الدعم السريع التزامها بما يخدم أغراض الهدنة الإنسانية وخاصة تسهيل إيصال المساعدات وفتح الممرات الآمنة للمواطنين ودعت الرياض وواشنطن طرفين نزاع إلى النظر في المعاناة الكبيرة التي يعاني منها الشعب السوداني وضرورة الالتزام التام بوقف إطلاق النار وتوقف حدة العنف تأتي تلك الهدنة يتناقض مؤتمر في جينيف لتنسيق المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها نحو نصف سكان البلاد ووفق تقديرات الأمم المتحدة يحتاج 25 مليون شخص أي أكثر من نصف عدد المقدر بـ 45 مليون للمساعدة وتسببت المعارك بنقص في المواد الغذائية والخدمات الأساسية في حين تؤكد مصادر طبية أن ثلاثة أرباع المستشفيات الوقعة في مناطق القتال باتت خارج الخدمة وأعلنت السعودية التي تترأس المؤتمر بالشراكة مع دول وأطراف أخرى أن المؤتمر هدفه إعلان التعهدات لدعم الاستجابة الإنسانية للسودان والمنطقة وكانت الأمم المتحدة قد أشارت في وقت سابق هذا الشهر إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية التي أعدتها نالت 16% فقط من التمويل المطلوب يتواصل توافد المصريين وبعض مواطنية الجنسية الأخرى من الأراضي السودانية إلى معبري القيد وقسطل الحدوديين وتتوافد الحفلات التي تقل الوافدين وسط استمرار التسهيلات والتعزيزات التي تقدمها السلطات خاصة الخدمات الصحية التي تقدم من خلال العيادات المتنقلة التي دفعت بها وزارة الصحة تقديم الدعم الصحي والطبي للمصريين وذوي الجنسيات الأخرى يقدم نادي الأسرة بموقف كركر الدولي في أسوان كافة خدمات الدعم النفسي للأطفال نادي كركر يمتلئ بالحكايات والقصص التي يرويها الأشقاء السودانيين من خلال الرسومات وبعض الأنشطة من منظمة اليونسايف كلمات طفلة صغيرة حصرتها أصوات الرصاص الذي اخترق قلبها وأحلامها معا رعب وقلق يملئان قلبها وأحلام يسرقها صوت الرصاص ذاته لترسم بأدواتها البسيطة أحلاما كانت تروى ببراءتها وتلون بتفولتها الجدران بنادي الأسرة في وادي كركر بأسوان لتروي يوما في الكبر رحلتها من وطن لم ترضى يوما كمثل قرنائها أن يدمر لوطن لم يبخل يوما عن احتضان من يلقأ إليه طوعا أو كرها كنا بنسمع أصوات الرصاص كتيرة وكان فيه في الجزء الثاني من أنا كان فيه فيه دخين كتير قوي فيه دخين كتير وفيه حاجات زي الحريق كده كنا بنشوفهم دايما كل مرة بتزيد زيادة كل مرة بتزيد وبنسمع صوت الرصاص ورغم قضاء الاشتباكات في السودان على بعض الذكريات البسيطة لهؤلاء الأطفال إلا أن منظمة اليونسيف استطاعت وبالتعاون مع الحكومة المصرية التي تحمل على عاتقها حمايتهم أن تجمع الفرقاء لتبعث بشعاع أمل وفرحة وتخلق حالة رقص فيها قلب هذه الطفلة الصغيرة وعادت الابتسامات بألوانها المختلفة على وجوه بريئة لدعمهم نفسياً في تخط مصاعب الأحداث التي عاشوها في السودان أما هذه الجدران احتضنت الكثير من الأحلام لعل أهمها وأولها وقف الاشتباكات ليعودوا إلى تلك المنازل التي رسموها بحبر على ورق على أمل أن توثق بإشارة العودة مع الأهل والأصدقاء إلى السودان الآمن والله النادي ما شاء الله يعني ما مقصر من ناحية أنه يدعم الأطفال نفسياً لأنه كانوا بجد يعني نفسياتهم في السبائلنا تعبانا يلا بيجوا هنا بقوموا برفيه الحاجة للأجوام دي بطلعها في راسهم في هنا في كده يعني حسينا في فرق يعني في فرق كبير في الأول وحسي بعد ما دخلوا النادي ستظل هذه الجدران شاهدة على مدى قوة العلاقة والمحبة بين دول الجوار وأن مصر لن تخذل أشقاءها فهذا قلمهم الذي كتب من السودان شكراً مصر استطاعت هذه المساحة الآمنة أن تعيد للأطفال السودانيين براءتهم مساحة كتبت لأحلامهم البقاء وسطرت لمستقبلهم صفحة جديدة بعد أن كادت تغلقها الطلقات التي روعت أمنهم وسكينتهم إلا أنهم بعد وصولهم لأرض مصرية يقال لهم ادخلوها بسلام آمنين محمود جميل التلفزيون المصري اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأخصى المبارك بمدينة القدس المحتلة من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي ونظم عشرات المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأخصى جوالات استفزازية في ساحاته كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خمسة مواطنين فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة ثمنت الولايات المتحدة الأمريكية جهود المملكة العربية السعودية لدعم الهدنة في اليمن على مدى الأشهر الأخيرة بما في ذلك رحالات الحج لتمكين اليمنيين من أداء شعائرهم الدينية وأكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال منخارطة مع جميع الأطراف المعنية لتعزيز الفوائد المستمرة من الهدنة وإنهاء الأزمة من خلال عملية سياسية يقودها اليمنيون نحن نتوقع الهدنة لتعزيز الفوائد المستمرة من خلال عملية سياسية القوات الروسية وذلك خلال الساعات الماضية وأضافت الهيئة أن وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية أصابت ثلاثة مواقع قيادة ومنطقتين لمدى مركز الأفراد وخمسة مستودعات للذخيرة وثلاثة وحدات مدفعية في مواقع إطلاق الهر أعلن الجيش الروسي إحباط محاولتين من جانب القوات الأوكرانية للهجوم على محور زابوريجيا إلى ذلك أفادت مصادر إعلامية روسية بأن قصفا أوكرانيا تسببا في مقتل شخصين في الجزء الذي تسيطر عليه روسيا من منطقة زابوريجيا الأوكرانية على صعيد المتصل أفاد المكتب الصحفي لمجموعة غرب بالجيش الروسي بأن الطيران الحربي الروسي وجه ثماني ضربات بالقنابل والصواريخ ضد القوات الأوكرانية على اتجاه كوبيانسك التقى وزير الخارجية الصيني تشين جونغ نظيره الأمريكي أنتني بلينكين خلال زيارته الأخيرة لبكين في زيارة تهدف لمحاولة تخفيف التوترات بين البلدين وذكرت الخارجية الأمريكية أن زيارة بلينكين تهدف إلى إذابة الجليد الدبلوماسي والحفاظ على حوار لإدارة العلاقات الصينية الأمريكية بمسؤولية فصل جديد من العلاقات الأمريكية الصينية يأتي وسط محاولات لخفض التوتر مع بكين والتفاهم حول عدد من القضايا من هنا تأتي أهمية زيارة وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين للصين وسط فتور بالعلاقات الثنائية وأمال ضئيلة في تحقيق انفراجة زيارة بلينكين كان قد تم تأجيلها منذ فبراير الماضي بسبب حادثة اقتحام منطاض صيني للمجال الجوي الأمريكي الأمر الذي تسبب في أزمة كبيرة كما تأتي الزيارة عقب اجتماعا في نوفمبر الماضي بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جينبينغ على هامش قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا حيث اتفق الزعيمان خلال مناقشاتهما على التعاون بشأن بعض القضايا العلاقات بين البلدين تدهورت خلال السنوات الأخيرة في شتى المجالات حيث يسود عدد من الخلافات بين البلدين ولعل من أكبرها جزيرة تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي والتي تقول الصين إنها تابعة لها الخلافات تعددت ومن بينها أيضا التجارة الخارجية وجهود الولايات المتحدة لكبح صناعة أشبه المواصلات في الصين والمنافسة في مجال التكنولوجيا وعلى صعيد آخر فبالرغم من المنافسة الشديدة والمتزايدة في المجال الاقتصادي بين بكين وواشنطن إلا أن هناك قدرا كبيرا من التفاعل والاعتماد المتبادل بين البلدين في هذا الإطار زادت قيمة واردات الولايات المتحدة من الصين بنسبة 500% خلال العقدين الماضيين لتصل إلى 500 مليار دولار في عام 2021 وتعد الولايات المتحدة ثانية أكبر شريك تجاري للصين بقيمة 759.4 مليار دولار وتحتل المرتبة الثانية بعد الاتحاد الأوروبي الذي يصل تعاونه مع الصين إلى 847.3 مليار دولار كما تعد الصين أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة فيما يخص السلع حيث بلغ إجمالي تجارة السلع بينهما 559.2 مليار دولار أمريكي من إجمالي تجارة السلع في عام 2020 هذا هو الوضع إذن بين الصين والولايات المتحدة مشهد معقد والكثير من نقاط الخلاف التي تجمع أكبر قوتين في العالم وسط ترقب دولي لتطورات الوضع بين بكين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ذكرت لجنة الحق والزيارة بيئة السعودية أن عدد الحقاج الذين وصلوا إلى المدينة حتى أمس بلغ 718 ألف و30 حاجا من عدة جنسيات توافضوا عبر المنافذ الجوية والبحرية لأداء فريضة الحق هذا العام وأوضحت لجنة أن 29 ألفا وتسعين حاجا وصلوا حتى أمس السبت من بينهم 25 ألفا وتسعمائة واثنين وستين حاجا وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة عبر 105 رحلات بينما استقبل مركز الهجرة 65 رحلة تقل ألفين وتسعة وتسعين حاجا واستقبل مركز حجاج البر 22 رحلة تقل 924 حاجا أعلنت وزارة الصحة والسكان زيادة أعداد عيادات البعثة الطبية المصرية في مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى 17 عيادة بعد انتهاء إجراءات ترخيص 6 عيادات جديدة طبقا لاشتراتات وزارة الصحة السعودية كما قدمت بعثة الحاجة الطبية خدمات الكشف الطبي وصرف العلاج لـ 2419 حاجا حتى أمس قدمت فرق البعثة 422 ندوة توعوية في الفنادق وأماكن تجمعات الحجاج المصرين حضرها 13864 حاجا تضمنت الندوات معلومات عن كيفية الحفاظ على سلامة الغذاء وكيفية تجنب الإصابة بالأمراض المعضية في الأماكن المزدحمة خلال تأدية المناسك وللمزيد مشاهدين ينضم إلينا محمد حلمي موفد التلفزيون المصري ضمن البعثة الطبية المصرية للحاج محمد هي جهد مشهود لوزارة الصحة والسكان وفيما له صدر بتوفير الرعاية والعناية الطبية للبعثة المصرية في الحج هذا العام بالفعل تحياتي رجائب حياتي المصارة من مقر الجهسة الطبية المصرية بمكة المكرمة بالفعل تم بالأمس تتشين أحدث العيادات الطبية بمكة المكرمة ليصل عدد العيادات إلى 17 عيادة الطبية هذه العيادة تابعة لحجاج السياحة وأكد لك أن الخدمات اللاجئية والطبية بلوة وقاية من خلال الفرق الطب الوقائي التي تقوم بقامة العديد من ندوات التوعوية سواء بالمساجد أماكن تواجد الحجاج المصرين التي وصلت كما قلت في السياق الخبر إلى ربا مية واثنين ندوة وصل عدد الحجاج اللي حضر هذه الندوات إلى ما يقرب من 14 ألف حاك الجديد أنه تم دخول بالمستشفيات منذ وصول ضيف الرحمن إلى مكة المكرمة أو المدينة المنورة 23 حاج تم حجزهم بالمستشفيات بالتنصيق بين الجاسة الطبية المصرية والسلطات السعودية تم قروجهم جميعا عدد أربع حالات حالاتهم مستقرة وطلقون العلاج والفرق الطبية المصرية بتقوم بمتابعة هولاء البجاج بالمستشفيات ورصب الحالات الجديدة التي تدخل هذه المستشفيات أما الحالات التنفسية مشاكل التنفس وصل إلى 27 حالة من بينهم أربع حالات كورونا ولكن هذه حالات الكورونا أصبحت مثلها مثل حالات الفرنسي المسلمية وبالتالي حالاتهم مستقرة ويتطلقون العلاج اللازم بالأمس قامت فرق الطب الوقائي بجولة تفقدية مفاجهة لـ 16 عيادة بمكة المقرمة للوقوف على الخدمة العلاجية التي تقادم وانتظام وضع الأطباء بهذه العيادات واتباع الإجراءات الاحترازية التي تتخذ بهذه العيادات أكد لك أن الحجاج المصريين الذين تم مقابلتهم في مكة المكرمة من خلال هذه العيادات أكدوا على القول والاستسان لما يلقوه على مدار الساعة من خدمات علاجية ووقائية بل وصرف الأدوية لهم بالمكان هذا العام يتم من خلال ما يكنت العيادات وفرطها بعضها ببعض بالبحثة الطبية المصرية هناك ملفات لكافة الحجاج المصريين عن طبيعة أمراضهم وبالتالي العلاجات متوفرة هناك أكثر من سبعة طن من الأدوية بكافة أصناف الأدوية تم توفرها للحجاج المصريين وبالتالي الحج المصري يلقى خدمة علاجية وطبية ووقائية على مدار الساعة هذه الخدمات التي تقدم بالمجاني محمد هل هناك تنسيق ما بين إدارة هذه البعثات وأماكن العيادات الطبية هناك في مكة والمدينة مع مثلا السفارة المصرية لإعلام الضيوف الرحمن من البعثة المصرية بأماكن تواجد هذه العيادات بالفاسل السؤال المهم رجائي هناك تنسيق تام بين البعثات النوعية سواء بأس الطبية المصرية أو بأس الحجة التابعة للقرعة التابعة للداخلية أو السياحة أو التضامن الاجتماعي والصفارة المصرية بالتنسيق لتعرف على الحالات التي يتم رصدها سواء دخول المستشفيات حالات الوفيات وبالتالي هناك تنسيق تام على مدار الساعة بين مسؤول هذه البعثات وذلك لتوفير الأجواء الروحانية لديوف الرحمن على مدار الساعة أنا أشكرك شكرا جزيلا محمد حلمي موفد التلفزيون المصري ضمن البعثة الطبية المصرية للحج تواصل البعثة الطبية المصرية بمكة المكرمة والمدينة المنورة عملها لاستقبال ديوف الرحمن من الحجاج المصريين لتقديم الخدمات العلاجية والوقائية لهم هذا وقد تم تقديم الخدمات العلاجية والدوية إلى 2419 حاجا كما تم تحويل 23 حاجا إلى المستشفيات السعودية تم خروج 19 حالة باقي أربع حالات وحالتهم مستقرة مع استمراري توفض وصول ديوف الرحمن على مكة المكرمة لأداء المناسك تستمر أعمال البعثة الطبية المصرية ممثلة في فرق الطب الوقائي التي تجب الفنادق المتواجد به الحجاج المصريين لعقد الندوات التوعوية بالمساجد وأماكن تجمعاتهم للتعرف على الأمراض المعدية والعديد من الإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها على مدار الساعة خلال أدائهم الفريضة يجيهم إزاي مع الحرارة درجة الحرارة السخونة إزاي يتوجهوا للعيادات إزاي لو ظهر عليهم أي عراض من عراض أمراضية يتوجهوا للعيادات على طول إزاي لما ينزلوا الشارع ويرجعوا إيه الحاجات اللي ممكن يستعملوها الوقاية الشخصية بتاعتهم النظافة الشخصية لو حصوا بأي نوع من أنواع التعب أو السخونية أو أي عرض بالنسبة لهم بيتوجهوا للعيادة الطبية على طول وإحنا بنبقوا موجودين مستعدين ليهم على طول بيستمرون إن شاء الله إن إحنا اكتشفنا أي مرض تنفسي عن طريق العيادة بتاعتنا بيبتدي إن إحنا نتعامل مع المريض إذا كان محتاج عزل ففيه متوفر غرف بيتعزل فيها المريض وبنتابع المخالطين اللي حواليهم المريض بنشوف أخبارهم كل يوم هما والمريض لغاية ما تحسنوا وإذا احتاج المريض إنه هو يتنقل المستشفى فبنوجهه الأقرب مستشفى سعودي كما حرست البعثة الطبية المصرية على عقد اجتماع بعضائها لوضع اللمسات الأخيرة للقطة التفويجي ودور البعثة مع الحجاج المصريين أثناء المناسك لتوفير الأجواء الروحانية لهم نتبقى نتعاملات السيد الرئيسي البعثة أن يتم تقسيمهم لأربع مجموعات أثناء أيام المشاعر نحس لا يحدث أي خلل في العمل في المخيمات يمكن السيد إن شاء الله يبقى فيه تواجد العيادات للأطباء فيه تنصيق دائمة كمان ما بيننا وما بين غرف عمليات البعثات الأخرى زي السادة وزارة الداخلية والوزارة التضامن على مدار الساعة حتى إن شاء الله بإذن الله مشاعر فيه تنصيق ما بيننا دائمة نتحرك مع بعض بإذن الله السادة الأطباء والسادة أعضاء البعثة المكلفين بالعمل أم مشاعر تقريباً أخذوا كل التعليمات إن شاء الله بمعويد المغادرة من مكة المكرمة حتى التعاجل سالس أياماً لتشرك بإذن الله ديوف الرحمن أثنوا على دور البعثات الطبيات المصرية في توفير الخدمات العلاجية والوقائية لهم على مدار الساعة الدكتور قعد أرشادنا للحاجات اللي ناخد بنا منها لأن الجو هيبقى شمس وهتبقى زحام وهنعمل مجهود فلازم إيه نستعم بماء زنزم نحس على نفسنا واللي عندها كحة تبعد عن التانية واللي عندها الفلونزة تبعد برضو عن أي حد جنبيها وتأخذ احتياطاتها جهود مضنية تبزل على البعثات الطبيات المصرية على مدار الساعة ليكون شعار خدمة الحقيق شرف لنا واقعا ملموسا من خلال الخدمات العلاجية والوقائية التي تقدم لدوف الرحمن محمد حلمي التلفزيون المصري أحدثت الدولة في قطاع الصناعة تغييرا ملموسا بعد ثورة الثلاثين من يونيو دعمت خلق مجتمع صناعي قوي يمكن الاستعادة به عن فتورة الاستيراد باهظة التكلفة في سبيل ذلك صدرت التكلفات للحكومة عبر أجهزتها ومؤسساتها المختلفة بتوفير كل الدعم الممكن للصناعة موسيقى الصناعة قاطرة الاقتصاد شعار توليه القيادة السياسية أهمية قصوى خلال المرحلة الراهنة باعتباره السبيل نحو تحقيق التنمية المستدامة وفي سبيل ذلك صدرت التكلفات للحكومة عبر أجهزتها ومؤسساتها المختلفة بإيلاء هذا الملف الأولوية القصوى فلا نهضة لأمة دون الصناعة أرست الدولة دعائم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة التي استندت بصفة أساسية على النهوض بالصناعة الوطنية من خلال توفير الأراضي الصناعية المرفقة وإنشاء المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة وإيمانا منها بأهمية النهوض بالقطاع الصناعي عملت الحكومة على إنشاء العديد من المجمعات الصناعية وتقديم حل تنموي لدعم بالتكامل الصناعي والمساهمة في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية نحو الصناعات التكميلية ومن أبرز المجمعات التي أنشأتها الدولة مجمع الصناعات الصغيرة بمدينة السادات في محافظة المنوفية الذي يضم 296 مصنعا بإجمالي وحدات بلغ 296 وحدة تستهدف الأنشطة الإنتاجية في الصناعات الدوائية والهندسية والغذائية والمجمع الصناعي بمحافظة بورسعيد جنوب الرسوة ويستهدف أنشطة إنتاجية متنوعة من بينها الصناعات الكيميائية والهندسية والغذائية والغزل والنسيج كما تم إنشاء مجمع الغردقة بالبحر الأحمر بإجمالي عدد وحدات بلغ 218 وحدة تستهدف أنشطة الصناعات الغذائية والكيميائية ومواد البناء الديكورية والمجمع الصناعي بالمطهر بالمينيا بإجمالي عدد وحدات بلغ 68 وحدة في الصناعات الغذائية والهندسية الكيميائية اهتمت الدولة كذلك بإنشاء المدن الصناعية المتخصصة فأنشأت الدولة أربع مدن صناعية يديدة شاملت مدينة الجنود بالروبيكي على مساحة 506 أفدنة ومدينة الأثاث الجديدة بضمياط على مساحة 331 فداناً فضلاً عن مدينة الدواء بمنطقة الخنكة على مساحة 180 ألف متر مربع ومدينة الرخام بالجلالة واستكمالاً للنهوض بالقطاع الصناعي تم افتتاح مجمع صناعات الغزل والنسيج بمنطقة الروبيكي على مساحة 430 فداناً ومشروع سايلو فودز للصناعات الغذائية بمدينة السادات وأخيراً افتتح الرئيس السيسي مجمعاً صناعياً لإنتاج الكوارتز في العين السخنة بمحافظة السويس الدولة المصرية تؤمن بأهمية الصناعة وتتخذ كل الإجراءات الكفيلة بتحقيق النهضة الصناعية المرجوة وقد استطعت الدولة تحقيق نسبة 8% معدل نمو صناعي والوصول إلى معدل نمو للصادرات الصناعية ما بين 18 إلى 25% سنوياً خلال العام الماضي اشتركوا في القناة إلى هدى مشاهدين نكون قد وصلنا لنهاية هذه الجولة الإخبارية لم يتبقى فيها إلا التذكرة بأبرز ما جاء فيها من عنوين الرئيس السيسي يستقبل نائب رئيس مجلس السيادة السوداني ويؤكد أن نصر تبذل أقصى الجهد لتحقيق التهدئة ودفع مصاري الحل السلمي الرئيس السيسي يلتقي الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية ويشدد على توفير مناخ إيجابي لكافة المستثمرين وأسواق المال العالمية مدبولي يشهد توقيع اتفاقية لتعين مؤسسة التمويل الدولية مستشاراً استراتيجياً للحكومة لتنفيذ برنامج التروحات الحكومية نهاية نشرة الثالثة من التلفزيون المصري في تمام السادسة تلتقون وجولة إخبارية مجددة إلى الملتقى إلى اللقاء